مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في العراق المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد تشهد الأروقة السياسية خلافا حول تعديل بعض القوانين المهمة لسيما قانون الانتخابات العملية السياسية العملية الديمقراطية تقودها هذه الأحزاب وهذه الأحزاب نفسها التي توقع الوثاق وتعطي الحلول للمشكلة السياسية تعود وتختلف عليها لا تستطيع أن تكمل نصاب جلسة برلمانية لماذا؟ لأن هناك بعض القوى السياسية لا تريد أن يكون الحل على حساب مصالحها في ظل تواتر الأحداث وفي زيارة مفاجئة وخاطفة وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار ليتفقد قواته دون أن يلتقي بأي مسؤول عراقي مكتفيا بمكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء في رسالة واضحة على عدم رضا الإدارة الأمريكية على ما يجري ضد المتظاهرين عدم اللقاء والاجتماع مع الرئاسات الثلاث هو كان ممتعد كثيرا بما حدث ويحدث في العراق منها التجاوزات والعتاءات على المتظاهرين العزل في بغداد والمحاولات الأخرى أما الرسالة الثانية ممتعد من التدخل الإيراني وعدم اتخاذ قرارات حقيقية من أجل تهدئة الناس والمتظاهرين من قبل الرئاسات الثلاث وتحذر جهات سياسية من مغبة استمرار تجاهل مطالب المتظاهرين وعدم تنفيذها والذي قد يدفع بالبلاد نحو المجهول في رأس دوليم قناة الفلوجة بغداد